أكد أسامة خليل لعب نادي الإسماعيلي السابق أن الفريق يمر بحالة صعبة وحرجة مشيرة لأن السبب في ذلك الإدارات واللجان التي توالت على النادي خلال الفترات الماضية وقال لعب الدرويش السابق في تصرحاته إسماعيلي يعيش حالة وضعية حرجة وأخشى عليه من الهبوط إلى دور القسم الثاني لكن بكل أسف كل نتائجه من الممكن أن تؤدي به إلى الهبوط وأضاف السبب في تلك الوضعية أشياء كثيرة من بينها الإدارات والأجهزة الفنية التي تعاقبت على الفريق وعن رأيه في إدارة ميدو للفريق قال حسامة خليل لإسماعيلي بحاجة لمدير فني وليس لمدير علاقات عامة كما أنه بحاجة لأخصاء نفسي قادر على التعامل مع هؤلاء اللاعبين المحبطون بسبب وضعية ونتائج الفريق وواصل نأده لميدو وقال ميدو يقود الإسماعيل عصرا ويتواجد كمزيع على الهوى ليلا وهذا يضر بالنادي الذي يحتاج للمزيد من التركيز بسبب الحالة التي يمر بها لذلك أرى أن ميدو ليس هو رجل الملحرة المناسب لقيادة الفريق حاليا ولن يكون قادر على انتشاله من كبوته ولكنه مشكورا إبل المهمة في هذا الوضع الصعب ويعاني نادي الإسماعيلي في مسابقة الدوري حيث يحتل الفريق المركز السامن عشر والأخير في جدور الترتيب برصيد تسع نقاط جمحهم من فوز وحيد وستة عدلات وتلقى الخسارة في ثمان لقاءات وتحت قيادة ميدو لم يحقق الفريق أي انتصار بل تعادل في ثلاث لقاءات وتلقى الخسارة في مثلهم